الذي ينظر إليه وهو يلعب ويرقص هكذا لا يصدق أنه قام بـ 11 عملية جراحية وهو في السنة السابعة من عمره عماد الطفل الذي قاوم الألم وتحدى المرض لنتابع محمد عماد الدين الذي يبلغ من العمر سبع سنوات يعاني من القصور الكلوي منذ ولادته يعني معاناة كثيرة وعدة عمليات ديرهم هو يدير لديه اللي يستاعه يوميا كل عشية يبات بيها وهيلك اللاماشين تاعه الحمد لله يعني وش نقولك قدرنا لزانة اللي استعنات على التوافق في ديل إبراهيم لانستيتي باستير وخرجت لابس الحمد لله ما نعطي له أنا هو الأب تاعه اللي نعطي له ورانا نديره في وسمه عدة تحاليل يعني ريت خرج لابس باريكزون كيما أنا خرجوا لابس الحمد لله كان بعض المحسنين رمي عاونوا فينا هكذا وانا والله رأي الخدمة مش يخدم الله غالب عندي بتيت بونسيون هكذا يا قليلة عندي ما ندير بيها كما قد نشري له للي بونسيون ولي كونبراس دوا واتتاعوا هادوما غاليين بزاب يدير لديه اللي يستاعه يوميا كل عشية يبات بيها عماد الطفل الذي ينام مع آلة غسل الكلة وفي النهار لا يكف عن الحركة واللعب متناسيا مرضه بالكامل وراو دير خوكي تقريب حداشن عمليات تعليل رفليت تعليلات بركيروس ودير العمليات كي يسوطيلو لكاتيدياليس عنده بليزير فوا يدخلو سبيطاليزي في بارني يعودولو لكاتيدياليس بالدرع باش يشد فيه نهار اللي يكونو لزانفكشون يتوسخو بزا في يعودوه لها هادك شوعرة كانت لانفكشون تطلعنو من الفاميل وطلع لانفكشون ما احنا نقولو سيبون من قوة مدياليس مدياليس اكتشو ولا بالنظارات ولا بالسماعات ما يسمعش مليح دو كلو كانت تنحيلو هاد السماعات ما يسمعش عندو لا راديو تع السماعات عندو لا راديو تع العينين لا راديو تع السنان لا راديو تع الحنجورة هادو ما قاعق انك ديرهم باش هو ليستقبل هو الصح اللي اران لي نعطيلو آنايا لازم تكون كل حاجة بريقلية عليه هو لي زاناليس وكده ولاخر بس كي يستقبل من بعد مر العملية لازم يزيد يقعد يتباء لازم المناعة تكون مليحة بعد اجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتبرع الاب بكليته لابنه تبين تطابق التام بينهما كيف يزيدونا في بعض التحاليل التحاليل هادو ما باريكزومب غالين بزار هادو ما يروحو لفرنسا باش يعودو يجيو التحاليل هادو ما كيسقشي تسقامو غالين من العشرة وطلع هاكده باريكزومب حتى الاستاش اتمنتاش مليون هاكده 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 دوك اللي عاوننا لوجه الله نكملو هادا واش بقالنا ابقالنا ش بزارك إن شاء الله وهدو ما وقت ما وجدتهم في اقرب وقت نا يبرغرامونه شبالي اسمس تمك يديرو العملية هاا ان شاء الله دوك واش نقولك اي محسن اللي يحبي يعاوننا لوجه الله عانا راني نديله هنا في بودوه اللي حبي جي يديرله في بودوه هاكده أبون يناشد المحسنين في مبلغ بسيط جدا لدفع تكاليف التحاليل المتبقية وإجراء عملية التبرع لإنقاذ ابنه الوحيد من الموت ترجمة نانسي قنقر